أجرى رئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع سلطان هيثم بن طارق سلطان عمان حيث تقدم الرئيس السيسي بخالص التعازي في ضحايا حادث إطلاق النار بمنطقة الواد الكبير بالعاصمة العمانية مسقط جدد الرئيس السيسي إدانة مصر لهذا الحادث الإرهابي الآثم وأعرب عن التضامن الكامل مع سلطلة عمان في هذا الظرف وفي إطار الجهود المستمرة لمتفحة الإرهاب والتطرف من جانبه ثمن السلطان هيثم بن طارق مواقف مصر الداعمة للسلطنة مشددا على قوة وعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين وحرص بلاده على مواصلة ترسيخ التعاون الثنائي المتميز بين البلدين في مختلف المجالات